تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن الاطلاع على الاحتياجات الإسكانية للمواطنين في مناطق وقرى المملكة قام سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بزيارة تفقدية إلى قريتي أبو دهام وبوري وقد طلع المهندس باسم الحمر أهالي قرى أبو دهام وبوري على خططي ورؤى وزارة الإسكان لتنفيذ المشاريع الإسكانية والبرامج التي يتم معددها لتخصيص تلك المشاريع للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار وفقا لمعيار الأقدمية مؤكدا أن الوزارة تبدل قصارى جهدها لتسريع عجلة المشاريع الإسكانية سواء مشاريع المجمعات التي تنفذها في مختلف محافظات المملكة أو مشاريع مدن البحرين الجديدة وأكد وزير الإسكان أن الوزارة حاليا تعمل على تنفيذ التزاماتها الواردة في برنامج عمل الحكومة والمتمثلة في بناء خمس وعشرين ألف وحدة سكنية بحلول عام 2018 وهو الأمر الذي يندرج أيضا تحت خطة بناء أربعين ألف وحدة سكنية تنفيذا للأمر الملكي السامي وقد استمع الوزير إلى ملاحظات واقتراحات المواطنين والمتعلقة بطلباتهم الإسكانية حيث أبدأ تفهمه لتلك الاحتياجات ووجه المعنيين بالوزارة إلى التواصل مع الأهالي ومتابعة تلك الملاحظات